السلام عليكم مرحبا بيكون في قناة دي دو صمدي هاد النهار ان شاء الله غدي نقدم واحد الموضوع لمهم مهم بزاف وهو كيفاش نشريو ارني بدي او احنا عدا باديين بغينا نشريو واحد يعني كمو ابتدئ وبغيت نشري واحد الارنب يعني بغيت نشري بدل مشروع ديالي اش غدي ندير يعني بالنسبة الارنب تقلاب ديالهم يعني كيفاش نشريهم من السوق يعني وش نشري الاناث وش نشري الدكور يعني اش غدي ندير هاد القضية هدي شحال من لي كومنتير سولوني عليها وبغيت نشاركها معكم هاد منها اذا اول عد الحاجة غد تمشيوا للسوق ان شاء الله غدي تحاولوا انكم اه 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 تشريو ما تشريوش بزاف ديال الدكور يعني كين اللي غدي يمشي شري مثلا جوج دكور او ثلاثة ومعه النتوات لا خاصكم تشريو غي داكر واحد ومعه النتوات دكشي على حسب الاستيطاعات ديال النتوات والهجوج مهم دكشي شغلكم اه اه هاد القضية ما تشريوش اسال يعني الالانيب هما كبارين يعني راحهم فيتين والدين الا شريو شريهم في العمر ديال الدكور يعني هاد الشي خصكم تسولوه البائع وهاد البائع اسموه خصكم تديرولو خصكم تديرولو واحد النوع من استجواب يعني هي اسئل هي عبارة عن اسئله ولكن في الحقيقة راها استجواب بها باش كتعرفوا هاد الالانيب كيفاش يعني كيفاش ممكن انكم التعاملوا معها اه اذا اول حاجة مني غادي تمشي تسولوه البائع اسموه غادي تقولو له منوع من الاسئلة قيم السؤال الول وهو اه يعني السؤال ديال البائع واش كيدير الدوع يعني واش راح مداويهم ولما مداويهم اش يعني من الاحسن انكم تخدم عندو التواريخ ديال اي حاجة فقاش الدوات يعني فقاش دار ليبرا ديال ليموراجي فقاش دار يعني جميع الادوية اللي عندو تحاولو تسولوه على التواريخ دياله كين قضية اخرى يعني ممكن انكم تسولوه على الظروف اللي هو كي يربي فيها الارانيب يعني واش كي يربي عندو التربية في الارضية كي يربي غي في الارض ولا في الاقفاص وممكن انكم عوثاني تسولوه على السبب ديال البيع ديال الارانيب يعني كي ينعوثاني قضية ديال السولالات خصكم تشوفو هدوك السولالات اللي عندو هو شناية يعني واش سولالات جهيدة يعني واش هو منقي منهم ش سولالات اخرين يعني هدو هما الاسئلة اللي ممكن انكم تسولوه ديال اللي ستجي الدوار ديالكم يعنيغدون تachteileen يكون herausدプ اختيار ديال الارانيب خاصكم اخه هي عندو الارانيب دياله خاصكم تسولله بعد дня اولا واش هاذيك الارانيب دياله ووام يربي وام يبчитل وطه يا بيع يعني واش هو ام ربيهم ولام يربي وام يبستل وان يبايا اذا اول حاجة وهو هدق ش tiempo يجي الدوار ديالكم متولاً souма عنده بزاف ديال السلالات ننجو تخطروا السلالة مشي تختاروا السلالة بحل نقوله هو مدخل شانشيلا مدخل بابيون يوزيراندي المكحل بزاف ديال السلالات مخلطهم سمونتوا ما غادوا يتأخذوا حاولوا انكم الشانشيلا خدوها الشانشيلا رام عروفها او سولوا هو فنية الشانشيلا وخدوها في الإينات اما بالنسبة للذكور خدوا بابيون بحل هاد الشكل هاد بابيون هذا مني تشوفو الزواقه دياله حاولوا انكم تجيبوا البابيون يعني خدوا من عنده البابيون هاد الشي بالنسبة للاختيار ديال السلالات دابا نجيبوا نشوفو المسئلة ديال يعني انتم كيفاش غاد يتقلبوا انتم سولتوا بعض الاسئلة دابا كيفاش غاد يتقلبوا انتم اه 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 اول حاجة وهي السيلان ديالالالف لا يحسو يكون في السيلان ديالالالف اثاني حاجة مايكونش مايكونش فهلا ويدناه طايحين لا بالنسبة للذكرة لا بالنسبة للأونتا يجب أن يكون مكسي كامل بالشعر لا يكون هناك جهة لا مكسي منها بأمالي يعني حاولوا أنكم تقلبوا بأكمالي النيف ديال الرجلين أي حاجة يكون مكسي بالشعر تشوفوا كين في شي فارغات أعرفوا بدراها هذا كراها مريض لا تزديوش كين قضية ديال خاصة يكون شديد الحيوية والناشط يكون كي تركل يعني مني تهزوه المسكة دياله رأني قدرتها في واحد الفيديو قبل اني تهزوه من الظهر دياله من جيت العنقرة دياله وتهزوه تلقاو كيلتخ عرفوا هذا كراها شديد الحيوية ولكن ما يكون شارس خصو يكون حيوي وبزاك يتركل وليكن ما يكونش كي كعكي عض وشارس يعني خصو يكون مهكا ما هكا القضية ديالعيني خصو يكونوا واضحين وكيبرقوا يعني ما يكونوش دابلين يكونوا صافيين وكيبرقوا لا معين القضية ديال الجسم ديالو قلبوه دوزوه على الجسم ديالو ما يكونش فيه شي نوع من الحب ما يكونش فيه شي نوع من الحبوه كين قضية ديال الشعر ديالو ما يكونش واقف خصو الشعر ديالو يكون ناعس يكون ناعم هنتم كما كتشوفوه نايا الشعر ناعم هنتم جميع جميع لا 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 الأرانيب اللي عندي تبارك الله خصو يكون الشعر ناعم منك يكون الأرنب المريض يكون بحل الشعر ديالو بشوك بحل يطالع كين قضية يعني ما يكونش مع الضم يعني من ينتقلبوه ما يكونش مع الضم يكون هازيل لا خصو يكون شوية وافي ما يكونش باين في ذاك السلسول ديالو يعني السلسول ديالو في الظهر ديالو يكون باين يعني العظم مبايني لا كين قضية يعني ما يكون سسمين بزاف يعني ماشي بالنسبة لا 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 يعني اللاج ديالو العمر ديالو إذا كان صغير ما يكونش يعني مكركب بالشحمة يخصو يكون مبين وبين هنتم ممكن ما كتشوفو هاد الأنثى هاي بحلي طويلة ومشي عامرة بزافة يعني مشي سمينة بزافة حدا بها ديرها شي شوية سمينة لا ما خصوش تكون حالكة تكون حال هاد الشكل هكا هذي هذي هو إذا خصو تكون في الحقيقة مبين وبين قضية أخرى خصو ما يكونش منتفخ البطن يعني ميكونش عندهم انتفخ لان الانتفخ كاين يأتليين واللي كيكون عندهم انتفخ ويكونوا قربين يموتهم الان موادية يحدثون المربي يصر إيهون انتفاخ في البطن ويبدوا يموته ويحدثون عليه لان البطن ديالو تكون فى شوشة إذا هو حال صغير ما يستطل المريبح ويكون انتفاخ للبطن انتفخ دير البطن متأكلين إبتغذيوه الانب مشيقظ موت للايب إذا هذه البطن ديته ما يكونش منتفخ قضية يowitz اخرى ما يكونش في الإسهال يعني مني تشوفون انتم الجهاز التناسل ديالو ميكونش فيها واحد الكحولة إلا كان فيه كحولة رأى ذاك رأى إسهال يعني الوصخ ديالو ماشي كينزل كريكبات لا كين كحولة يعني رأى كين إسهال رأى قدار الله غالي يديو غالي يموت كين قادية ديال الدكر بس يكون قوي البنية ديالو تكون قوية ويكون دبعا بقول فرنزوما بين الدكر والأنسة الدكر يكون قوي ويكون واقف يعني الانتكة تكون مجموعة واحد شوية لكن الدكرك يكون بحلي كيبغي يبين الفحولة ديالو بالنسبة الدكر منين تبغيو تقلبو الدكر خصي يكون الخصيات ديالو قد قد مايكونش خصيات كبيرة وخصيات كبيرة مهمة ومهمة بزاف ثاني حاجة مايكونش فرق يعني منين يوقف مايكونش رجلي مفالتين خصي مايكونوا متوازين مع الأرجل الأمامي احنا كنقولوا فرق مايكونش فرق كين قادية وثاني ديالو الأنثى ما ده بعد شي بالنسبة للدكر أما الأنثى حاولوا أن كون تهزوها وتحسبو لها عدد الحلامات خصيات تكون فيها قتل من ثمانية ما تكونش قل من ثمانية إلا كانت ستاة ولا أربعة عرفوا أن ديالو الأنثى وخات تولد ما للصغار ديالو ما غا تهتمش بهم لأنه غا ديكون مشكل ديال تفاوت ديالو ما بين عدد الصغار والحلامات ما غا ديش تقدر أنها تردع للصغار ديالو إذا حاولوا إلا ما فهمتوا شي حاجة من هاد الفيديو عاودوه وعاودوه أراه معلومات مهمة وخصوصا الاستجواب اللي ستقدروا تديروه لهذا البائع حاولوا أنكم تعطيوك بعض الأسئلة الذكية يعني هو إلا كان بالصح مزيان ستوقعوا في واحد الحيرة سيقول هاد الناس هذه الأسئلة اللي يسولوهم رهم ذكيائي يعني تلتامان سيكون أرخيص لأنه سيقول أنكم تعاملتم معه كمحترفين ماشي مبتدئين مبتدئ أرا غادي يغشك غادي يغشك غادي يشوفوك عد بادي غادي يغشك مية في المية إلا فيديو كان نظن أني أنني تكلمت على جميع النقاط اللي ممكن أنكم تشريوا بها الآن بديالكم إلا أعجبكم الفيديو حاولوا تشاركوا معنا الناس اللي مازال ما تشاركوش معنا تكيو على زر جام باش يوصلكم الجديد ديالي عفوا باش تساندوني تكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة